شنت إسرائيل غارة داخل بيروت للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة العام الماضي مستهدفة بطائرة مسيرة مبنى سكاني في قلب العاصمة اللبنانية ما أدى وفقا لمصدر أمني إلى مقتل أربعة أشخاص ونقلت إسرائيل تقالها العسكري في الأيام الأخيرة من غزة إلى لبنان الذي شهد هجمات إسرائيلية يومية على أهداف الحزب الله شاملت اغتيال الأمين العام للحزب حسن نصر الله للمرة الأولى منذ بداية التصعيد بين إسرائيل وحزب الله اللبناني شنت قوات الاحتلال غارة داخل بيروت مستهدفة بطائرة مسيرة مبنى سكانيا في قلب العاصمة اللبنانية ما أدى وفقا مصدر أمني إلى مقتل أشخاص عدة الهجوم الإسرائيلي استهدف شقة في منطقة القولة تعود لعضوين في فصائل فلسطينية في لبنان وفق المصدر الأمني وأظهرت لقطات فيديو عرضتها قنوات تلفزيونية شقة مهدمة جزئيا في المنطقة قرب الطريق الذي يربط العاصمة بمطار بيروت جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن كذلك أن طائراته المقاتلة شنت غارات على عشرات الأهداف التابعة لحزب الله في منطقة البقاع اللبنانية كانت إسرائيل نقلت ثقة لها العسكري في الأيام الأخيرة من غزة إلى لبنان الذي شهد هجمات إسرائيلية يومية على أهداف لحزب الله خصوصا شملت اغتيال الأمين العام للحزب حسن نصر الله وقالت إسرائيل إنها هجمت 120 هدفا في معاقل الحزب الأحد شملت وفقا لها مواقع إطلاق صواريخ ومنشآت عسكرية ومستودعات أسلحة جاء ذلك بعد عام تقريبا على بدء تبادل القصف عبر الحدود حيث بدأت إسرائيل غارات جوية مكثفة على أهداف لحزب الله في الثالث العشرين من سبتمبر الجاري أي قبل نحو أسبوع وأصفرت الهجمات الإسرائيلية عن مقتل المئات في لبنان منذ الاثنين الماضي وهو اليوم الذي سقط فيه أكبر عدد من الضحايا منذ عام 1990 لكن رغم الضربات المتواصلة التي تشنها إسرائيل أعلن حزب الله عمليات إطلاق صواريخ على شمال إسرائيل بما في ذلك مدينة صفد كما أفاد جيش الاحتلال بأن حوالي ثماني مقذوفات سقطت في مناطق مفتوحة قرب طبرية ترجمة نانسي قنقر